حاشتنا بيه بالحق اليوم لبلادنا هو عقل وطني إنسان أو مجموعة سيخطوه مش إنسان وحده تخدم من أجل إنقاذ البلاد اقتصاديا وسياسيا فما مشروع يكون محطوط راي السياسة ماهيش سبين وقدش تسبني وقدش نسبك ماهيش حانو تحجيمها رايه السياسة رايه رايه دجا فما ناس عاملة سيانس بورة وخمسة وعشرة وعشرين سنة بعد الباك ماهيش ماهيش تفادليك ورجمة اللي جي تقول لي لي اينا انتش قاريا اينا عاملة بسيكولوجي وعملة سيانس بو وعملة مسرح وعملتهم الكل اينا ونفهم خير منك عشرين الف مرة في السياسة دا يقترجع اللي بوزيسيون طاعي لكل عندي ثلاثة واربع سنين لتالي في الفيسبوك صفحة ساب اتو تشوف تدريجيا اللي قلتو لكل صار كل شي غير ما نحبش واحد ما نحبش يفلم لكن بلادنا هذيك بلادنا وحقنا فيها وحقنا باش نناقشو ونحكيه ونعطيه راينا ونقوله اللي يعجبنا ولي ما يعجبناش والبلاد دي كانت تعنا كيف ومؤسستها انتعنا ما هاش ملكية خاصة لسيدك نعرف امثالك معناتها اللي اجدادها كانت طحانة لابسها تكلمة طحانة دا يغجي وقالوا لي ما عاش تقولها هو مجمع اللي كانت تلبسك انت على الطحين انت على الفارينة وكانت تصب في تزير يسميوها الطحانة اللي كانوا لابسين شكارة الفارينة باش ما يعرفوها بش شكونهم واضح اللي كانوا يسبوا بالفلاجة والمناظرين اللي كانت تحارب من اجل تحرير الاراضي انتاحها دونك هدو ما كيف كيف ولاد الطحانة ما همش ولاد الفلاجة نحنا ولاد الفلاجة اللي جايلي قولي انتي اصلك فرانسا ويا اينا اينا عزيزي ميت بكارتوشة في قلبه ما نجموش ينحيوه لوا خطر سيدانجوه ينجم يموت كيجيو نحيوه ميت بيها الكارتوشة دونك ولاد الحرار ولاد الحرائر ما تنجمش توصل لهم نجم تقعد مغيار تحكي وراء الكران تاعك وتسيب تكمل على روحك لكن احنا الهدف انتانا في البلاد اذي اللي اخر يجي قولي شنية عندك مع قيس سعيد قيس سعيد اخذ الدولة والمؤسسات والهيئات وكل شاي ليه القضاء ولا تحتي ديه خادم ليه اغلبهم على استاتيو فيسبوك وعلى پوزيسون بوليتيك وعلى كل ما قالها دونك فو زغيتين للغبائن تاعكم نعرف الى غالب العالم اليوم هزتوا الشعبوية ام باقتو دون المند او حتى هوني في فرنسا الليكس خام دغوات بيش تهزة وو بيش نتحطوا في اختار ام باقتو دون المند لكن الهدف انتانا رو نوليو مواطنين بقدرنا وبقيمتنا رو هذي الهدف الهدف انه من حقي انا غدوة نعمل تجمع انتا حزب او حتى عصفر فاصل تقولونا انتم عقديش يا اخويا انا صفر فاصل انا نحب انا 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 وجماعة الصفر فاصل نحبوا يكونوا عنا وجود انلموا قهوة لونيفير ولا قهوة عام الطاهر ولا اللي تولدي ناغوليس كتوفوا عشرين عبد ميتين عبد اللي تحب عليه احنا احنا عنا حقنا كمواطنين في التفكير وفي الفعل السياسي وفي اننا نتحركوا في بلادنا من اجل حقوقنا كمواطنين انا مواطنة تنسية عندي كل باسبرل اخذر اذا كش تحبني نعمل انا كش تشدة لك سخم دغوات ويني ماني بش راوح غادي ويني بش راوح بش راوحي في الحبس لا خطر عتي تراي في بلادي ولا خطر عتي تراي في هالمسارة دي لنشوف فيه تصحيح مسار حاجة اخرى تصحيح مسار المنظومة البوليسية اما مسار جديد انت عسيدنا هو الملك هو الرب رب الارباب في البلاد وعنده كان مطب ليه مش هذيه اللي عملنا عليه ثورة في البلاد مش على هذيه اخرجنا ضد بن علي وضد منظومة بن علي ومش على هذيه نابلو زد الناس خرجت ضد المنظومة اللي حكمت وضد النهضة وضد اللي رجعوهم يحكموا كيف كيف قولي تتحملوا مسؤولياتهم اللي حكموا هما رجعوا لانسيان سيستيم يحكم هما فزدوا هما عملوا حاسبهم على فسادهم حاسب اللي تحب عليها على فسادهم لكن اللي قاعد ساير مش الثنية ذاية مايش محاسبة فساد الشاي اللي ساير الشاي اللي ساير محاسبة كل من معنتها ظننا انو خذينا مسار جديد بعد بن علي هي محاسبة كل فكر حر وكل رأي حر وكل معنتها مراد الزغيدي تاو نحينا من البوليتيسيان مراد الزغيدي شنية شنية جريمته مراد الزغيدي التحليل السياسي التفكير خارج معنتها خارج اللي تعسيدنا يعني مش معقول اللي تقولوا فيه مش معقول اللي تحكيوا فيه حتى البرلمينة ذاية ماوش نتاع الغنوشي ميتوا عليه شو هادئنا ميتوا عليه توانسة نعرفوا ليد الطحانة ماينجموش يحسوا شو بدم الشاهيد لكن احرار واحرار البلاده ذاية تحس بدم الشاهيد والاخرق قتلك تحكي كل مرة تخرج تحكي على عصابها ريض عصابك عزيزارة ما نجموش ريض عصابنا ما نجموش بلادنا قاعدة تمشي من بنيدينا بلعبت 12 جماعة هيدو توكي ما قلتنا فيديو اللي عملت هات يمشي الروس يا ومشي لسي ما عندي مشكلة انك تمشي للشرق لكن الشرق بيدو راو سيبقا كما غاعد راو الشرق الشرق بيدو راو يمين الجيد قاعد يبني في روحو طمت بش يغذر لك يا اما ضعيف وتكون بيدق ليه على طاولته يخدم بيك يا اما تكون حاليف وراو موش بش يغذر لك حاليفة لخطرك صليداري تدي كما غاعد ما يغذر لك حاليفة لما تكون قوي وما تكون قوي لما تكون عندك اقل مشاكل اقليميا ودوليا مش تشري في المشاكل راهي لازم استراتيجيا ومشروع وخدمة راهي كنقلكم السياسة ناس قريتها عشر وعشرين سنة بعد الباك مانيش مفادلك ماهيش فكر تنظافه وعفيفه حكيت عقل لازم عقل العقل الوطني يولي حاشتنا به هذي اللي نقولو فيه لك ماديش مشكلة شخصية مع الأستاذ قيس سعيد دايغ المجموعة انتاعه المقربة اينا نعرفها وماهيش موجودة على الفيسبوك انتخ قيميه المجموعة انت قيس سعيد مهيش موجودة لا على الفيسبوك ولا على تيك توك بوك انسواك لاخ الناس القراب برشة القيس سعيد مهيش على تيك توك ومهيش مالقفيفة ذيك وكسابيبه كلي لبسلي كوستوم قربات عارق فيها وحاشتوا بلاست والي عكا يحلم بشي والي والي وماتش بشي والي حات شايرة واضح لي انوي فكتيب مع نظيف السايد هذيك ووطني السايد هذيك لكن الثنية اللي ماشي فيها ماشي صحيح ما صار ثورة ثنية استبداد جديد وذي ما يساعدنيش لانو ما نجموش نعطيه وثيقة لشخص بل نعطيه وثيقة للقوانين هذي اللي نقولو فيه وذي العقل الشيقول دونك ما تحبوش تفيقو وما تفيقوش دوتو تفاصوها وانتخابات وما ما فاميش انتخابات كل شي تحتجيه وهو بش يوصل وهو بش يعاودي شدها لكن حقوقكم وحرياتكم ما ضمضوا بيهم غدوة حتى في التقفيف غدوة نجم يقولك ليه رقفت طريقة مايش عاجبتني ياسر برا للحب سخلت عجميه على اخرين هذي اللي ما كمش فاهمين انتوما سلام اشتركوا في القناة